بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبهنا على بعد نكمل قراءة هذه رسالة القيمة وتزداد قيمتها مع احتياج الناس إليه في مثل هذه الأيام بحث قيم في الخلق وفي الأخلاق عنونا له المؤلف سوء الخلق مظاهره أسبابه علاجه تكلمنا في المقدمة وعرفنا بمعنى سوء الخلق وقلنا أن سوء الخلق يعني إجمالا الكلمتين معا بذل القبيح وكف الجميل أو التحلي بالرذائل والتخلي عن الفضائل وإحنا محتاجين حسن الخلق يبقى معنا حسن الخلق بذل الجميل وكف القبيح أو التحلي بالفضائل والتخلي عن الرذائل وبينا سوء الخلق أنه مذموم وعمل مرذول ومسلك دنيئ مسلك ينقطه الله عز وجل ويبغضه الرسول صلى الله عليه وسلم والناس على اختلاف مشاببهم حتى سيء الخلق يكره الإنسان سيء الخلق ينفر الناس من سيء الخلق فهو مما ينفر الناس ويفرق الجماعات ويصد عن الخير ويبعد عن الهدى مجلبة للهم والغم مدعاء للكدر وضيق الصدر سواء لأهله أو لمن يتعامل معهم طبعا بها بتبقى يعني إزعاج للطرفين مشاكل للجميع ولذلك كما مر بمعنى النبي صلى الله عليه وسلم وإن أبغضكم إلي وأبعدكم مني في الآخرة أسوأكم أخلاقا الثرثابون المتفيهقون المتشدقون وبدأنا في مظاهر سوء الخلق ووقفنا على المظهر الثاني بعدما تكلمنا عن المظهر الأول الغلظة والفضاظة طبعا ده من أوضح علامات ومظاهر سوء الخلق نروح دي بقى فض غليظ لا يتراخى لا يتآلف يعني دايما كده عبارات نابية خشونة شدة قسوة غلظة ولعذب الله طبعا ده كله مدعا للفرقة وهذا مدعاة للفرقة والعداوة ونزغ الشيطان وعدم قبول الحق ويكفي كده تقرأ قول الله تباك وتعالى ولو كنت فضا غليظ القلب لنفض من حولك يا الله أي شخصية لو فيها فضاظة لو فيها غلظة دي صفة كافية لتنفير الناس من حولك وبعض الناس ببقى هدفها وببقى رغبتها انه ينفر الناس منه يعني ممكن يكونوا مسيء الخلق بس يتظاهي بذلك قلة أداب وفع صوت يبعد الناس عنه حتى لا يستفيدوا منه في ناس كده فده مظهر من مظاهر سوء الخلق من مظاهر سوء الخلق أيضا عبوس الوجه وتقطيب الجبين فكم من الناس من لا تراه إلا عابس الوجه مقطب الجبين لا يعرف التبسم ولا اللباقة ولا يوفق أبدا والعذو الله للبشي والطلاق بل إنه ينظر إلى الناس لي دايما كده ينظر إليهم شزعا ويومكهم غيظا وحنقا لا لذنبنا واتكبوه ولا لخطأ فعلوه وإنما هكذا يوحي إليه طبعه وتدعوه إليه نفسه بعض الناس يقولك لازم كده إيه لو أنت انبسط للناس هتتسهل معك الناس هتغلبك يعني هتتطول عليك فإغفل عليهم الباب فكليه إغفل يقولك اسكت ده فلان زعلان ده كده شكله فيقوم لا لا شوفها أخي هذا الخلق مركب من الكب وغلظ الطبع فإن قلة البشاشة استهنى بالناس أيو الله والاستهنى بالناس تكون من الإعجاب والكب بعض الناس يظن إنه لو تبسم يعني خلاص فتلاقيه آفل وقلة التبسم وخاصة عند لقاء الإخوان تكون من غلظ الطبع وهذا الخلق مستقبح وخاصة بأصحاب الأماكن والمكانة والأفاضل يعني أنا جاي لك مخصوص وتقابلني يعني حتى واحد يقولك مثلا إيه ده مقابلة باردة أو يعني كده فيها حرارة فبالك يبقى آفل يعني كأنه بقوله بتديره بسالة ابتداءا يعني أنا زعلان إنه شفتك ما كنتش حابب أشوفك مش مناسب لي إن أنا أراك وقد يكون جاي من مسافة وقد يكون جاي لطلب وقد يكون جاي بعد طول غربة وقد يكون وقد يكون إنت مش عايفة النسفة إيه فمهم جدا والله من حسن الخلق والله يا أخي ابدأ بابتسامة أخي تفك الجو كده فالعبوس وما تستدبعه من كآبة والطباب نفس دليل على صغر النفس والله دي ما هي نفسة عليه والله دي نفس رطية والله دي نفس دنيئة أما النفوس الكبيرة فيكتنفها جو السكينة والطمأنينة يا أخي مراتي الوحيد يبقى فيه من الهموم والغموم طيب والناس ذنبها إيه الناس جاية تفك معاك الناس جاية ثقة فيك اعتفاض فضلك تزيل شيء من همومها وغمومها تقوم تلتقين بهذا الوجه العبوس بتقطيب الجبين النفس الكبيرة يا جماعة مليئة بالسكينة مليئة بالهدوء مليئة بالطمأنينة قيل لحكيم من أضيق الناس طبيقا وأقلهم صديقا قال من عاشر الناس بعبوس وجه واستطال عليهم بنفسه زي ما قولك ده ده عيش في برج عالي ده مترفع عن الناس ده لا يخالط لا يلين يبقى المظهر الأول لسوء الخلق الغلظة والفضاضة المظهر الثاني عبوس الوجه وتقطيب الجبين تخيل بقى لو دخل اتنين على بعض يبقى في كده شدة وغلظة وفضاضة وصوت عالي وسب وشتم ومقفل وجهه والدنيا ايه يا عمي في ايه ايه يا رجل ما تفكاه خلي ربنا يفكاه علينا ما تهدى شوية علينا اهدى مش كده والله ما ينفعش الناس فيها ضعف واني دايما اقول اياك وكسر الخاطر الاصل يا اخي انك تجبر الخاطر فاذا لم تصل همتك وترتفع نفسك وترتقي لهذه الدرجة فلا اقل ما ما لا تكون الاخرى مش قادر انك انت تكرم الناس تجبر بخاطر الناس كلمة لطيفة هينا سهلة وجه كده مبتسم يعني سهولة في التعامل ما تبقاشي الحكس فما بالك بقى لو جاب عليهم المظهر الثالث صوعة الغضب في بعض الناس سريع الاشتعال طبعا دوداء مسلك مذمون في الشرع والعقل وهو سبب لحدث امولا تحمد عقباها طبعا فكم حصل بسببه من قاتل وطلاق وفسد لذات البين ونحو ذلك مما ينتج عنه الغضب بعض الناس اخلق وانتظر ثانية واحدة بس دقيقة بس افهم يا اخي قد تكون الحقيقة غير الصور اللي انت تراها قد يكون الكلام الذي تسمعه له خلفيات وله ابعاد طول بالك اهدى شوية ما ينفع شي انك تتصرع بل ان من الناس من اذا غضب حمله غضب على التقطيب في وجه غير من اغضبه طبعا نزم بايه انت زعلان مع فلان جاي غضبان علي ليه بتكلمني وحيش ليه بقول لك ايه ما تكلمنيش الوقت طيب انا زنبي ايه انا شاطن الدنيا ليه ما تستعيز بالله من الشيطان الرجيم وتوضى وصل لك وكعدين وسوء اللفظة لمن لا ذنب له والعقوبة لمن لا يكن يريد به الا دون ذلك يا اخي ولذلك تجد كثير من اصحاب سوء الخلق ده يحط على المسكين زوجته يحط على الضعيف ابنه يحط على موظف تحت ايده يحط على حاجة ضعيفة يقوم شايت انت مش قادر على كذا زي ما في المثل يعني انا اسف يعني مش قادر على كذا ايدب على كذا لا يا اخي اتقل الله انتبه خلي بالك هدق من روع طول بالك يعني فلنزع عليك تشتم واحد تاني ليه واحد زعل عليك في الشغل طوح تشكل معاملاتك ليه حصل لك امر تخبط باب كسر التلفون اهتبط التلفون الذنبه ايه يعني كنت عرف واحد اما يزعل اما يغضب يقطع الفلوس يخليه معديش تنفع ايه عمي في ايه انت خلاص كده لما تغضب ما فيش عقل جنون افساد اتلاف ثم يبلغ به الامر اذا رضي ان يتبرع بالامر ذي الخطر لمن ليس بمنزلة ذلك عنده ويعطي من لم يكن يريد اعطاؤه ويكرم من لم يريد اكرامه الا العمليا من اخبطها لكده انت يعني مرض كده مثلا واحد مزعل في ام جيل عدوه تبخد هو لا يستحق لا تبخد انت بتعمل لكده او مثلا يعمل حاجات مش في مكانه طبعا ده وهذا من الخرق المذموم ومما ينافي الحكمة والحزم والمروءة والاعتدال ولذلك يأتي الحديث العظيم ليس الشديد بالصبع انما الشديد الذي يملكه نفسه عند الغضب مش الشديد اللي يغلب الناس ويصرع الناس انما الشديد الذي يملكه نفسه عند الغضب انك تصرع نفسك تقر نفسك تمسك نفسك تضبط نفسك ترجع نفسك هو ده الشدة ما تليه واحد يقوم زعلان يقوم خبط حاجة في الارض يقوم ضرب حد يقوم مكسر حاجة يقوم مقطع حاجة ايه يا عمي فيه انت فاكر ده يا صح ده قمة الغلط والدليل اول ما بتهدأ بترجع تند زوجته يعني هو مش عايف ايه وهي برضه ما هيش يعني مطولة بلى عليه ومتحملة وكده فيصل موضوع ان كنت رجل طلقني قال لا انت مش شايف رجل ولا هو مش شايف نفسه رجل رجل ده انا ستين رجل انت طلق بالمليون قال لا وبعد ما خلاص طلع الكلمة هيهدأ هيهدأ ايه بقى ده انت رلعت في الدنيا كلها ده انت خربت البيت كله ده انت اوجدت ازعاج لقصة مش قصرتك بس ما هي واهلها واصحابها وانت وآلك واصحابك والدنيا بقيت ازعاج انه ايه صرعة الغضب ولذلك انه صلى نبين ليس الشديد بالصرعة انما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب فكمال قوة العبد اسمع ان يمتنع من ان تؤثر فيه قوة الغضب فخير الناس من كانت شهوته وهواه تبعا لما جاء به الشرع يا الله الجمال والحلاوة ايو الله وكان غضبه ومدافعته في نصر الحق على البطل دي افضل الناس دي القوة الحقيقية وشرب الناس من كان صريع شهوته وغضبه كده انت بيخلي بالك تلاقي بعض الناس خصوصا والعذب الله قليل الايمان قليل العلم قليل الصحبة الطيبة لازم تحط نفسك بهذه المعاني تقوي ايمانك تزيد علمك تحرص على مصحبة الاخيار الابرار وياك والاشرار الفجار ليه لان دولا هيسعدوك اهل الخير هيسعدوك على انك شهوتك في معصية يوقفوك غضبك يهدوك اما التانيين والعذب الله اهل المعاصر الذنوب يولعوك يفاجر يقولك انت سكت عليه انت بش قدب عليها هي تمشيك ولا ايه انت الموضوع الفلاني كده سيئو كده يقولوه انت خايف تشعب سجايب خايف من ماتك خايف من امك انت خايف تجي معانا انت بش راجل ولا ايه راجل في ارتكاب المعصية راجل في ارتكاب الخطأ راجل في البعد عن طبيق الحق ده شعب الناس والعذب الله صبع الشهوت وغضبه فمن وفق لترك الغضب افلح وانجح يا الله وإلا فلن يصر له عيش ولن يهدأ له بال ولن يرتقي في كمال معلش نجمنا دي تاني ناخدها كده براحة فمن وفق لترك الغضب افلح وانجح الفلاح والنجاح في انك تضبط نفسك وإلا لو سب نفسه نفسه كده معلش شيء وبعض الناس يقولك اه انتو عارفين طبي طب ما تغير انا كده انسان صريح اللي في قلبي على لساني ده سوء فهم ده حمق ده جهل من اه قد تكون وقاح وحقار لها تضبط نفسك مش ايه كلام تقوله مش ايه تصرف تعمله وإلا فلن يصه له عيش ازاي يصه لو عيش وهو مكدره وهو مغنغصه وهو مكهرب الجو حواليه ولن يهدأ له بال ازاي وهو دايما متعكن ولن يرتقي فيه كمال ازاي هو شغل تحت في سفل لا يحمل الحقد من تعلو به الرتب لا يحمل الحقد من تعلو به الرتب ولا ينال العلا من طبعه الغضب يا سلام كنت مع مسؤول احد الاخسام امس في امي من الامور غلبني بلطفة بذوقه بادبه بابتسامته بحسن وطيب محياه باستقباله الرائع الجميل غلب اللي قدامه تغلبه بحسن خلق تغلبه بحلم تغلبه بابتسامة تغلبه بحسن استقبال تغلبه بكلمة طيبة صدق يا اخي لا يحمل الحقد من تعلو به الرتب ولا ينال العلا من طبعه الغضب ازاي هو قعد يخربط في اللي حواليه يبهدل في اللي قدامه والورا تعلو به الرتب ازاي هينال الرتب ازاي الناس هترفعه ازاي الناس هتقدمه ازاي وهو سيء الخلق وسريع الغضب سريع الاشتعال لأدفع الأزماء بلا سبب من مظاهر سوء الخلق رابعا المبالغة في اللوم والتوبيخ المبالغة حاجة مذمومة وهذا يقع كثيرا ممن له سلطة وتمكن رئيس في مكان مدير في مصلحة معلم وتحت منه عمال كفير وتحت منه مكفولين والد وتحت منه عيال على رأيه يعني ولد من الشباب أبويا بقى يعني يمسكني كل يوم يعدي ذاك أنا اللي بعمل وانا اللي بتعب وانا اللي بصرف عليكم خلاص حفظنا الكلام ده احنا عايزين احنا نقوله يا والدي مش انت تقعد بقى مع كلك نتطلعه تدينا مقابله يعني رشطة يعني موسوعة استوانة دائمة متكبرة الكلام لما بيكرر بيفقد قيمته فنفلك أصلا كلام متعب ابتداء كلام مؤلم لفعن الناس بقى تبالغ في اللوم يبقى القمر بسيط مش محتاج كل الكلام ده فتجد الواحد منهم يزبط ويبعد ويطلق العبارات البديئة ويبالغ في اللوم والتوبير بمجرد خطأ يسير وقع من شخص تحت سلطته يعني انت بتستقوى عليه ده والله يسير الخلق ده بالعكس الكبير اللي يتحمل الكبير اللي يشيل الكبير اللي يسهل على الناس لا لا ولا يهمك معلش هو خطأ بس يعني عفوي انت لا تقصد وان شاء الله لا يتكرر وتصلح اصحاب حسن الخلق جو من الصلاح والاصلاح اما اللوم الدائم على كل بحض والله يا جماعة مرة واحدة والله العظيم ابكت قلبي عد بصلح بنا وانزجة تقول والله يا شيخ بقيت معرف اول ما يدخل علي بتشل عقلي بيتوقف بحطار دايما يلوم اذا وقفت ولا وقفة لي اذا جلست جلسة لي اذا اقبلت عليه انت جايلي اذا اتبرد ما فيش الاصل لوم الاصل توبيخ والله واحدة مبايح والله ابكت قلبي رسالة دايما زوجة تقول يعني انا ليه قيمة وما كانة عند الناس كلها ويرون رجحة عقلي ويعني حسن منطقي وادبي وذوقي ودايما يثنون علي بذلك وده دايما انت غبية انت ما بتفهميش انت مش عارف ايه ليه يا اخي هزة شخصيتها والله بتقول ما عودش عارف اتفكر افكر ولا اتصرف ولا اتعامل اتجنبه اقول يعني ما ينفعش اتعامل معاه يقل لادبه والله يسوء خلقه اخي وهذا الصنع مما تكره النفوس وتنفر منه القلوب فالناس يكرهون من يؤنب في غير مواطن التأنيب يعني اصلا ابتدائن الموضوع ما يستهلش وينفرون وينفرون ممن يبالغ فيه دون ترون او تؤدى طول بالك شوي في بعض الناس مثلا مثلا يعني وخصوصا مثلا وحدة ضعيفة او يعني طفل صغير او بنت صغيرة دخلة مثلا بصنية يعني ضيافة لناس حاكم الصنعية توعى منك تقوم وعى ايه اصلا دخلة مكسوفة ومحرجة فانت يعني ده انت بتبدأ تأنيب ده انت ولسه ما حصلش الغلط اما لما يحصل الغلط هتعمل فينا ايه يؤنب ابتداء يؤنب في غير مواضع التأنيب وينفرون ممن يبالغ فيه دون ترون وتؤدى فلربما استبان له فيما بعد انه ليس على حق وده ببقى امر مؤلم جدا او ان هناك اشتهادا صحيحا وانت الخطأ عندك انت مرة واحد امام يعني بيقرأ ام يعني تطوع صلاة تطوع فبقرأ بغير حفص فدخل واحد هو ما يعرفش اصلا يعني حفص عشان يعرف غيره فرجل بقرأ فتيجي كلمات مخلفة فيعود يصلح فرجل يكمل وهو مصر على التكملة اللي هو عليه يا اخي طول بالك قد يكون الخطأ عندك انت انتبه قبل يعني مرة واحد اتنين بتكلمهم فتدخل في الموضوع بكلام تاني فقال له لا الموضوع مزاب لا 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 انا شايف يا عمي انت ملك اصلا تقول لي دخلك في الموضوع اصلا انت بتعتب في حاجة ما تعرفش فيها حاجة ليه انت مش فاهم الموضوع ابتداء ومن الامثلة على ذلك ما يقع من بعض المعلمين مع طلابهم ولذلك الناس بتنفر خصوصا احنا في الايام دي يا جماعة بقيت خلقة الناس طبيعة الناس ما يحبش حد يبصله بس غلط يكلمه كلمة يعني تؤثر في نفسياتي لازم مهما كان خطأ بتكلمني كده ليه بتبصلي كده ليه بترفع صدك علي ليه فيبالغ المعلم ده مع طلابه في تقريع الطالب عنده ادنى خطأ وربما كان ذلك الخطأ غير مقصود اصلا هو جاي يتعلم منك هو جاي يدرس عندك هو ما يعرفش اللي انت بتدريسه بقى لك 20-30 سنة وقعت تكبر فيه اول ما بايسمعه فانت دخل عليك كأنه يعني زميل درس او صدق عمر فده بما ينفر من المعلم ويسبب الحرج للطالب فلربما اصيب بسبب ذلك بخيبة امل وفقد للثقة بنفسه وربما تركت دراسة واصبح عالى على اهلي ومجتمع والله لا انسى مدرس كان شديد جدا لدرجة ان كان معنا بعض الشباب سابت دراسة تخيل تغير ما صار حياة انسان تبقى سبب لجهل شخصية ويفضل الجهل مستمب معها طول الحياة يا الله وقل مثل ذلك فيما يقع بين الاصحاب والاقرب وخصوصا بقى اللومة ايه انا اسف يعني ما حدش يزعن مني اللي قاعدين قاعدة ملاش اي لازمة قاعد طول الليل على المقه يلعب نفس اللعبة اللي بلعبها بقاله عشرين سنة ويكرر نفس الجمل والعبارات فتلاقوهم دايما كده عاملين واحد انا اسف يعني يتلقفوا عليه واحد يسخبوا منه وخصوصا بقى لو ضعيف وخصوصا لو جي واحد مسكين على الله يعدوا يعني يسخبوا منه ويتكلموا عليه ويوبخوا فيه ويقنبوا فيه ويشيروا فيه ويحطوا فيه يقولوا يا رايكة وفلان هدي خمسة جنيه وديك بالقلم طيب طلق مراتك وديك عشر حيل بقى ولا ضعيف ولا مسكين ولا غلبان وده من سوء الخلق والله والله من سوء الخلق اللي يستقوى على خلق اللده وخلي بالك اياك واللي مالوشا لربنا اياك اللي انت تستقوى عليه ده وتتطول عليه تستضعفه الله حكم عدل الله منتقن فتخلي بالك فمن الأمثلة بين الأصحاب والأقايف فقد يمضي على أحدهم زمن طويل لم يرى صاحبه فإذا ما رآه ابتدره باللوم وأمطر عليه وابلا من التقريع على غيابه وقلة اتصاله ايه عمي في ايه ما جايز يكون الغلطة عندك انت ما جايز يكون عنده مصيبة ودي مما علمتني الحياة قبل ما تبدأ خصوصا يا جماعة لو انت مش شايفه لو انت بتكلمه على التليفون يعني مرات تبدأ بيهزار مع واحد ويكون عنده حالة وفاة مرات توبخ واحد وهو أصلا في مصيبة يعني لا يعلم بحاله إلا الله فإياك انك يا أخي جس النبط السلام عليكم شوف عليكم السلام شكلها ايه ايه شكل سطو ايه ايه في حزن ايه في منقل مثلا ايه عنده مصيبة عايز صوب على الوقت وانت تقوله بجد والله زي كده ما حد يتصل عليك ايه حزر فزر وان مين ايه عمي في ايه انت عرف ان في ايه ايه ولا في وضع ايه ادخل في ايه قول كأنه صلا يبعث رسالة بعد ما يفتتح يقول من فلان ابن فلان الى فلان ابن كذا الامر كذا يقوله اخي وادب واهتمام بالناس واهتمام بنفسك فتليه بعض الناس وخصوصا بقى مرات ليه الناس بالطول عدم اتصالة بعد وقال لك انا اول ما هكلمه هيقوم فتح على رأي واحد كده وقال لك ده فتح علي من صورة مجاري قال لا ليه كده ما تشوف الموضوع الاول وبعد ما تبطم تقوله مش كنت تسأل عني طب ما تسألتش انت لها ما جايزة كنا انا في مصيبة ومش لقى حد دي او في جنبي فاياك وكثرت اللوم والتوبيخ بعض الناس لما يجي يفتح باب التقر اعداء ما يقفش وهذا الامر وان كان دليلا على المحب خلي بالك الا انه سبب للقطيع والمفارقة لان الناس لا يحبون ان يحملوا كل شيء واكثر الناس لا يتحمل ادنى عتب او لوم في ناس ضعيفة يا جماعة في ناس ما يتحملش في ناس ما يتحملش كلمة ايو والله طمرت لو قلت لها كلمة لو بصت لها بصة غلط الناس بتختلف يا جماعة فلازم كان يكون منتبه ويكون واخد باله فثم ان هذا الذي يلومه ينسى انه يمكن ان يوجه اليه ذلك وجه لنفسك نفس السؤال انت ما بتتصلش اليه طب انت ليه ما بتتصلش انت ما سألش عني ليه طب انت ليه ما سألتش قال منصور ابن الزرقان النامري لعل له عذرا وانت تلومه ورب مريء قد لام وهو مليمه اه لقوله مأثور وبيت عظيم جدا قبل ما توجه توبخ لأحد ملامة لأحد عتب لأحد انزل الأمر على نفسك انا بعتبينه ما بتصلش طب اني ليه ما اتصلتش انا بعتبينه ما بسألش طب لا اني ما سألتش خامسا وبه اختم مظهر خطير جدا من مظاهر سوء الخلق الكبه والعذر بالله فهناك من يتكبر في نفسه ويتعالى على بني جنسه فلا يرى لأحد قدرا ولا يقبل من أحد عدلا ولا صرفا حطت نفسه زي ما بقوله في برج عالي يحط نفسه من جميع الاتجاهات والكبر خصلة ممقوتة في الشرع وحتى الفطر السليم يا اخي حتى العقول السوية يا اخي والمتكبر ممقوت عند الله وعند خلق الله ألم يقل النبي صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال حبة من كبه مثقال حبة فبلك لمنفوخ على خلق الله قال رجل إن رجل يحب أن يكون ثوبه حسن ونعلوه حسن قال إن الله جميل يحب الجمال دمونيش علاقة بالموضوع الكبر بطر الحق وغمط الناس الكبر بطر الحق يعني رده وغمط الناس يعني احتقرهم هذه خمسة مظاهر من مظاهر سوء الخلق وللحديث بقية حتى لا نطيل أسأل الله أن يحسن أخلقنا أسأل الله أن يحسن أرزقنا أسأل الله أن يحسن حياتنا أسأل الله أن يحسن دنيانا وآخرتنا أسأل الله تبارك وتعالى بأسماء الحسنة وصفاته العليا أن يفرج هم المهمومين من المسلمين وينفس كرب المكروبين من المسلمين نسأل الله تبارك وتعالى أن ينصر المسلمين المستضعفين المقروبين في مشارق الأرض ومغربها اللهم كلهم معينا ونصيرا وقويا وظاهيرا سبحانك اللهم بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتب إليك ترجمة نانسي قنقر